فتلقى آدم من ربه كرمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بعد إغواء إبليس لآدم حواء أكل من الشجرة المحرمة ودي كانت المعصية الأولى لآدم حواء والنتيجة أخرج من الجنة وأهبط جميعا إلى الأرض قال إبليس بعزتك لا أفارق بني آدم ما دام روحه في جسده فقال الله عز وجل وعزتي لا أغلق عنه باب التوبة حتى يغرغر فإذا كان لكل داء دواء كانت التوبة لداء المعصية أفضل دواء وشرط كبول التوبة الندم على المعصية والعودة إلى الله ورد الحقوق إلى أهلها فتلقى آدم من ربه كلمات إيه المقصود بكلمات؟ قال عبد الله بن عباس والحسن رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهم المقصود بكلمات هي الآية التي ذكرت في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكلمات جمع كلمة أتدري ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة هو الكلمة ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة الكلمة نور وبعض الكلمات كبور الكلمة فرقان بين نبي وبغي عيسى ما كان سوى كلمة وأضاء الدنيا بالكلمة إن الرجل هو الكلمة شرف الرجل هو الكلمة أخذ آدم كلمات ربه وقبلها ورددها هو وزوجه حواء وهنا اتحققت شروط التوبة الندم على المعصية والعودة إلى الله فتاب الله عليهما فالله عز وجل هو التواب لمن تاب والرحيم ذو الرحمة الواسعة اسمحوا لنقف شوهية عند التواب الرحيم وهما إسمان من أسماء الله الحسنى ذكر التواب الرحيم تسع مرات في القرآن الكريم والحمد لله أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها ونحن نعتقد ونؤمن بأن الله هو التواب الرحيم يتوب على من تاب من المسلمين أما من لم يتوب من المسلمين وأصر على المعصية فأمره إلى الله إن شاء غفر له تقرما وإحسانا وإن شاء عذبه عدلا وأما الكافر فلا توب له ولا رحمة وهو مخلد في النار قال الشيخ الجعراوي رحمة الله عليه أن معصية آدم حواء كانت تجربة عملية قبل النزول إلى الأرض للتعرف على إبليس ووسوسته وإغوائه ويعرف يعنيه معصية وعلمه الله كيف يتوب من المعصية رحمة به وبعباده أجمعين فالتوبة وإذا كانت رحمة للعاصي هي أيضا رحمة للمجتمع والمؤمنين فإن لم يكن هناك توبة للعاصي وعلم أنه مخلد في النار فمن يستطيع أن يمنعه من التمادي في المعاصي ويسأل الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه إيه الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس فآدم عليه السلام عصى الله ثم تاب إلى الله فقبل الله توبته أما إبليس فعصى الله فكان من الخالدين في جهنم فاكرين حضراتكم شروط التوبة ده يرجع لأن آدم عليه السلام لما عصى الله ندم على المعصية وعاد إلى الله عز وجل وطلب المغفرة أما إبليس فرض الأمر الإلهي وأبى واستكبر وتوعد لآدم وقال أنا خير منه ولم يعترف بذنبه وأصر على المعصية وقد كفر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وللأسف الشديد حنجد نمازك كثيرة بترد الأمر الإلهي مثلا لما تكلموا عن الصلاة يقولك وإيه فايدة الصلاة ولما تكلموا عن الزكاة يقولك ده فيه ظلم للغني ولما تكلموا عن تطبيق الشريعة الإسلامية يقولك إن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق في العصر الحديث فإن كنت لا تصلي أو لا تؤدي الزكاة فقل يا رب أعلم أن الصلاة حق والزكاة حق ولكني لا أقدر على نفسي فارحم ضعفي يا رب هنا في هذه الحالة تكون عاصيا فقط ولست كافرا ومين فينا مش عاصي هناك دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم يسمى سيد الاستغفار وللدعاء ده فضل عظيم حضرتك لو قلت الدعاء ده في اليوم مرتين مرة بالنهار ومرة بالليل فأنت ضامن للجنة بإذن الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شكرا